أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنسيين فإن كنا نساء فوق سنتين فلهم سلص ما ترك وإن كانت واحدة فلها النسو ولي أبويه ولي أبويه لكل واحد منهما السدوس من ما ترك إن كان له ولده فإن لم نكن له ولد ورثه أبواه فلي أمه السلوس فإن كان له إخوة فلي أمه السلوس من بعد وصيجة يوسي بها أو دين أباؤكم وابناكم لا تدرون أيهم أغربوا لكم نفعا فريدتا من الله إن الله كان عليما حكيم ولكم نسف ما ترك أزواجكم إن لم نكن لهن ولده فإن كان لهن ولده فلهم الربع من ما ترك من بعد وصيجة يوسينا بها أو دين ولهم الربع من ما تركتم إن لم نكن لكم ولده فإن كان لكم ولد فلهم الربع من ما تركتم من بعد وصيجة توسونا بها أو دين وإن كان رجل يوراث قلالة أو امرأة وله أخن أو اخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الظلمات في الثلث من بعد وصيجة يوسى بها أو دين غير مدار وصيجة من الله والله عليم حليم تلق حدود الله ومن يدع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعس الله ورسوله ويتعبد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله أعذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجئ على الله لهم سبيلا والذان يعطيانها منكم فاغوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بجهالة فم يتوبون من قرب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم وليس تتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم موت قال إني تبتل آن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترسوا النساء كرها وَلَا تَعْدُلُوهُمَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْدِ مَاتَيْتُمُوهُمَّ إِلَّا إِنَّ أَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُمَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمَّ فَاعْسَاً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَاجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍّ مَكَانَ زَوْجٍّ وَآتَيْتُمْ وِحْدَاهُمَّ قِنْتَارًا فَلَا تَعْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا أَتَعْخُذُونَهُ بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأَخُذُونَهُ وَقِدْ أَفْضَىٰ بَعْدُكُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقٍ غَلِيدًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْنِسَاءِ إِلَّا مَا قِسَّلَ فِإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتَىٰ وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِيِّ وَبَنَاتُ الْأُخْتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّهِ أَرْدُعْنَاكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّدَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّهِ فِي أُحْجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّهِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْطَيْنِ إِلَّا مَا قُدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا